اشتركوا في القناة 17% ليستقر عند 12.014.34 نقطة اعلن المهرجان والدولي للفيلم بمراكش اليوم الجمعة عن اعضاء لجنة تحكيم دورته العشرين التي ستنعقد خلال الفترة من 24 نوامبر إلى الثاني من تجمبر المقبل وذكر بلاغ لمؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش أن هذه اللجنة الدولية أن تسعة شخصيات استثنائية تنتمي لخمس قرات ستحضى وتحضى بشورة عالمية ستشكل لجنة تحكيم دورة العشرين للمهرجان برئاسة ممثلة والمنتجة الأمريكية الحائزة على جائزة الأسكار جيسكا شاستين أكد إعلان موغادور للمناخ الذي توجه أمس الخميس بفعاليات الدورة الرابعة للمؤتمر الدولي حول تغيرات المناخ على ضرورة إدماج بعد القيم والثقافة والتراثة في مكافحة التغيرات المناخية وفي هذا الإعلان وضح المشاركون في المؤتمر الذي تميزت جلسته الختامية بحضور على الخصوص السيد أندري أزولاي مستشار جلالة الملكة والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور وثلة من الفاعلين والمؤسسين والمتخصصين والبحثين وممثلي المجتمع المدني المهتمين بقضية البيئة أن إدراج أبعاد الثقافة والتراث والقيم الكونية ضمن جميع السياسات والإجراءات المتخذة في مواجهة تغير المناخ يعد أمرا مستعجلا وضروريا لاستيطرة بشكل أفضل على التغيرات المناخية ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولارنا اليوم الجمعة ما قد يؤثر على الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط هذا وارتفعت العقود الآجلة لخان بيرنت بـ 1.32 دولار أو 1.5% إلى 89.25 دولار للبرميل كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيطة الأمريكية بـ 1.29 دولار بما يعادل 1.6% إلى 84.50 دولار للبرميل نهاية النشرة الاقتصادية لليوم نلتقي بعد قليل في موجز لأهم الأنباء شكرا لكم على الحسن وطيب المتابعة إلى اليوم